قضية نادي القرن وعدم اقتناع البعض ان النادي الاهلي هو نادي القرن لحد دلوقتي فيه ناس مش راضية تقتنع بفكرة احتساب النقاط ولحد دلوقتي فيه ناس لما تتكلم معها تعب برضو وتقول لك هي التسعة اكبر ولا السبعة طيب خليني اقول لك ان في بطولة كاس العلم للاندية اللي هتكون في عشرين خمسة وعشرين فيه اندية مش هتروح بسبب عدد النقاط يعني بارشلونا مثلا مش هيكون متواجد في كاس العلم للاندية عشرين خمسة وعشرين ليه بسبب عدد النقاط في حين ان اتلتكو مدريد او بروسيا دورتموند حجزوا اماكنهم في كاس العلم للاندية عشرين خمسة وعشرين تليني اقول لك ان بارشلونا واخد شامبيونزليج اربع مرات في حين ان اتلتكو مدريد ماخدش البطولة ولا مرة وبروسيا دورتموند واخد البطولة مرة واحدة بس ولكن برشلونا كعدد نقاط فعدد نقاطه هو 61 في حين ان أتلاتيكو مدريد عدد نقاطه 67 وبروسيا دورتموند عدد نقاطه 74 ما شفناش خوان لابورت طالع بيقول هي الاربعة اكبر ولا الواحد هو الاربعة اكبر ولا اللي ما خدش بطولات طب شمعنى انا مش موجود في كاس العالم للاندية